سيد سعد ماذا بعد تحرير الموصل في دقيقة لو سمحت يعني الضروري إبعاد الشخصيات المشاغبة ذات النفس الطائفي التي كانت سبب في تحريض أهل الموصل على الجيش العراقي سابقا طريقة الأبعاد شهرت إبعاد هؤلاء المجلس السياسي من يبعدها شنو طريقة الأبعاد بالطريقة لا شعب الشعب الشعب تقعد تنصح الشعب يعني بالتأكيد يعني هما باوع الشعب هو صاحب السلطة الأساسية بالنهاية دكتور ناجح يجب إبعاد الشخصيات المشاغبة دكتور ناجح باختصار يجب إبعاد الشخصيات المشاغبة يقول لك لازم بعد تحرير الموصل نبعد الشخصيات المشاغبة لازم الجمهور ما يعيد انتخاب الشخصيات المشاغبة المن يقصد بالمشاغبة هنا شفتهم جيد والشخصيات الخائنة والشخص ليس فقط المشاغبة والمشاغبة واللخانة البلاد وإعدام الخوانة من كان مسؤول على الموصل بعد تحرير الموصل يجب إعدام التحقيق في من كان مسؤولا على الموصل هنا ينتهي شيء اسمه شرب العراق إذا ما أعدم الخوانة واللي سلمه الموصل انتهى يعني العراق إلى بر الأمان لكن إذا ما نعدمه وما تعاقبه بعد ما يكن بالدفاع أو بالجيش واحد يتحاسب إذا ترك السلاح ودخل العدو يعني أنا هذا اللي يقوله بعد داعش بعد الموصل يجب أن يعدم الخوانة